قال الرئيس الشي أن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع اندونيسيا لتعزيز مستقبل مشترك يؤثر على المشهد الإقليمي والعالمي فاضلا عن دفع رؤية الوحدة والتعاون والرقاء المتبادل بين الدول النامية واشدد على أهمية تعميق الثقة الاستراتيجية وأعرب شيد جينبين عن استعداد الصين للعمل مع اندونيسيا في تعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق وضمان التشغيل الفعال لخط استكاك الحديدية فائق السرعة بين جاكرتا وباندون ودفع مشروعات مثل الممر الاقتصادي الإقليمي الشامل وأصلت شيد جينبين الضاء على الصين واندونيسيا باعتبارهما دولتين ناميتين رئيسيتين وسوقين ناشئتين وعضوين في الجنوب العالمي واشدد على أهمية القيم الآسيوية المشتركة التي تركز على السلام والتعاون والشمولية والتكامل وقال شيد جينبين أن الصين حريص على تعزيز التنسيق الستراتيجي متعدد الأطراف مع اندونيسيا وأضاف أن الصين تعارض الأحادية والحماية وتدفع من أجل نظام عالمي أكثر تعدودية وشمولا ومن جانبه قال الرئيس برابوو أن اندونيسيا تأمل في مواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين وتعزيز مستقبل المشترك يعود بالنفع على البلدين ويعزز السلامة والتنمية في جميع أنعاء آسيا وقال أن أندونيسيا مرتزمة بالتعاون على الجودة في مبادرة الحزاب والطريق وأنه يرحب بالشركات الصينية للاستثمار في أندونيسيا كما أكد من جديد التزام أندونيسيا بالاستقلال وعدم الانحياز وعقب المحادثات شهد الزعيمان توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية حول التنمية المشتركة في الاقتصاد الأزرق والموارد المائية والتعاون المعدني كما أصدرت الصين وأندونيسيا بيانا مشتركا بشأن دفع شراكتهم الاستراتيجية الشاملة وبناء مستقبل مشترك اشتركوا في القناة